ناخد النقش اللي بعده أخ مكرم النقش اللي بعده نقص جدا مشهور يا أسيس نظار وأنا وياك شفناه ودخلنا فيه ومشينا فيه حتى هذا اسمه نقش نفق سلوام يعود القرن الثامن قبل الميلاد يعني 700 قبل الميلاد صورته برضو بتفرج إنه تكسر برضو كمان لهدف إنه يربح منه أكتر له كمان قصة يعني إنه هو موجود في قلب قناة اللي عمليا إحنا منفهمها من الكتاب المقدس إنه لما بال701 قبل الميلاد لما الملك الأشوري سان حريب إجا وحصر أورشاليم كانوا طبعا عارفين وقت قسم من استعدادات الدفاع عن المدينة إنه الملك حزقية الملك التقي اللي كان فيه يهودا عمل تحصينات وعمل صور جديد عن الأحياء الجديدة اللي كانت في المدينة وكمان عمل شغلة يعني مهمة جدا اللي كان الوادي أو النبعة الوحيدي والكبيرة في الأورشاليم وادي الجيحون اللي بنعرفها لحد اليوم كانت خارج الأسور فراح عمل شيء كتير مهم إنه حول مية الوادي لبركي عملها في الداخل في داخل الأسور اللي يوم بنعرفها اسمها بركة سلوام ولكن عشان يوصلها راح مش بس طم النبعة ولكن حفر في قلب الصخر تحت الأسور حتى المي مية تقدر تدخل لداخل المدينة وهيك المدينة بتصمد في الحصار لأنه اللي بيعرف إنه الحصار بيعتمد كتير على المي إن كان فيه مي والإشي الثاني الأقل الأهمية هو الأكل المي لأنهم بيقدروا يستغنوا عن المي ففوت المي عشان يضل في عندهم المي ما يجي العدو ويقدر يعني يخليهم يستسلموا خلال يوم أو يمين لأنه فيش مي وهذا اللي منشوفه إحنا في أخبار الأيام صح 32 أنه الملك حزقية شاور هو الرؤساء طموا مياه العيون وخارج المدينة ورح سدم مخرج مياه الجحون الأعلى ونزلها تحت الجهة الغربية من مدينة داود اللي بنعرفها اسمها القناة القناة جميلة وموجودة بتشهد في قلبها هذا الكتابي اللي بتحكي عن آخر يوم في الحفرية القناة طولها حوالي نص كيلو 533 متر العملية كانت هندسية جميلة لكن الإشي كان أنه هني كانوا يحفروا من شأتين من منطقة ومن منطقة وآخر يوم لما التقوا الحفرين يعني وفتحة القناة توصلت القناة وصلي وحدي عملوا نقش بالعبري وكاتبوا عليه إيش صار نفهم منه أنه كان في زيدة أو يعني مثل شؤ في الصخر وهذا الشؤ هو اللي ساعدهم كيف يمشوا ويلتقوا مع بعض بشكل كبير وطبعاً زي تقولوا يعني الحفرين مفتخرين أنه إحنا أنهينا وأنجزنا هذه العملية والقناة موجودة والنقش موجود ولكن موجود في تركيا لأنه اليهود والمسيحيين اختلفوا من يبدوا يأخذوا فكان الحكام وقته من العثمانيين فالعثمانيين قالوا كل شيء يختلفوا علينا إحنا أن نأخذوا وهو موجود في تركيا في أحد المتاح والجدير بالذكر أن هذه القصة مذكورة طبعاً بالتفاصيل في سفر إشعياء وطبعاً في الأخبار تتكلم عن حصار سنحريب حول أورشاليم وأخذ مدن كثير من يهودة ولما وصل أورشاليم صلى حزقية وطبعاً كان في أيام النبي إشعياء وصلى كمان والرب أرسل ملاك وضرب من جيش صنحريب مئة وخمسة وثمانين ألف جندي ورجع لبلده وأولاده قتلوا في المعبد بتاعه فهذه القصة مذكورة وطبعاً بركة سلوام اكتشفت حديثاً والنفق ما زال موجود نفق حزقية اليوم في القدس كثير من السياح اللي بيحبوا يمشوا تحت القدس القديمة هذا ما ذكروا الأخ مكرم اشتركوا في القناة